السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الورد صباح الرياحين صباح الأجواء الجميلة كنت يالس مع شاي بطاعن في السن عمره تجاوز الثمانين سنة سولفنا مع بعض وخذتنا السوالف لغاية ما وصلت وسألته سؤال جريء جدا قلت له انت ليش أعور كان يشوف بعين وحده بس قال لي يولدي يوم كان عمري 14 سنة كنت شيطان ومشاغب كنت طالع من المسجد وشفت قطو وحذفته بحصاه واصبت عينه وبطيت لعينه يقوله كان إمام المسجد وراي وشاف المنظر وقال لي يولدي فلان اسم الشخص هذا الشايب شف اللي سويتها بالقطو الله ما راح يتركه راح يصير فيك قال لي يولدي والله بعد 35 سنة دعمتني شاحنة وطرت فيقول وما استقريت إلا والحديدة هذه في عيني وخابق عيني ومن يومها وانا أعور القصة الثانية شخص في الدوام سبحان الله كان يداوم عندي كان معثور ودائما أحواله سيئة وما يطلع من مصيبة إلا ويطيح في مصيبة أكبر منها سبحان الله من كثر مشاكلة ومن كثر مصايبة لفت انتباهي اضطريت أسأله قلت لي يا أخي أنت معثور لي متى متى الله بيفرجها عليك قال لي يا عبد الرحمن أنا ما راح ينصلح حالي وراح أظل معثور وراح أتيني المصايب وظلتيني لغاية ما موت قلت لي ليش؟ قال أنا بأقول لك ليش يقول كانت عندنا عيوز ما تقرب لي شيء ولكن كانت تعاملني معاملة الأم لابنها ما قصرت معاي بأي شيء فلوس عطتني سيارة اشترت لي ما قصرت معاي وفي يوم من الأيام اشترت سيارة ولأنها تثق فيني السيارة كانت لكزيس ستيشن ولأنها تثق فيني يقول عطتني إياها وقالت لي وديها لفلان الفلاني يقول للأسف الشديد ما وديتها وإنما أخدتها وبعتها لشخص صاحب خردة وصاحب سكراب واخدت فلوسها وطنشت لها ظلت تتصل فيني وظلت تتصل فيني وأنا ما أرد عليها نهائيا لغاية ما اشتكت للشرطة ويابوني في مخفر الشرطة ويابوها طبعا أنا أنكرت وقلت أنها ما أعطتني شيء وهي ظلت تسألني السؤال تقول لي ليش سويت شذي يا ولدي ليش وأنا ما عندي إجابة وساكت طبعا هي في النهاية تنازلت عن كل شيء ولفت علي وقالت لي أنا ما قصرت معاك بشي يا ولدي ولكن روح الله لا يوفق لا في دنيا ولا في آخر قال لي يا عبد الرحمن والله من يوم هالمصايب تنصب علي صب أهلي طردوني من البيت زوجتي طلبت مني الطلاق أذمنت على شرب الخمر الحوالي المادية من أسوأ لأسوأ قلت لها نزيل نرجع لها واستسمح منها وصدقني راح تسامحك لأنها في الأساس تحبك وما قصرت معاك بشيء قال ما أقدر قلت لها ليش قال لأنها ماتت الشاب كان يدرس في الخارج وأصيب بحالة منل طلب من الجامعة إجازة يبي يرتاح ما عطوه اضطر يكذب كذبة فيها مكر وخبث قال لهم أبوي مات وأبوه مبميت أبوه حي يرزق في البلاد ولكن قال لهم أبوي مات ولازم أرجع عشان أحضر مراسم العزاء كل الطلاب في الجامعة تعاطفوا معاه بما فيهم طاقم التعليم مبجذي وبس لا أصلوا على أبوه صلاة الغائب مبهني المشكلة المشكلة أنه وصل فيهم إمام والمصيبة اللي أعظم من جذي خذ الإجازة هذه الأسبوع وليت رجع عنده له للأسف الشديد سافر دولة أسيوية وتمتع فيها هناك بعد 27 سنة من هذه الحادثة تزوج الطالب طبعا وسافر مع زوجته رحلة سياحية خارج الدولة وأثناء ما هو خارج الدولة تلقى خبر وفاة أبوه حاول يرجع بأي طريقة ما وجد له أي رحلة ترجعه لبلاده توفي أبوه ودفنه وحضرت الناس مراسم العزاء وولده محروم خارج الدولة البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين وتدعم طبعا هذه القصص اللي أنا أذكرها ليست من باب الأخبار وإنما هي رسالة لكل شاب وشابه إذا حبيت في يوم الأيام أنك أنت تقوم بعمل تجد فيه أنه فيه حمق وفيه سفه أنصحك لا تسويها لأنها ممكن تكون سبب لدمار حياتك طول عمرك تحمله وانتبهوا في النهاية آسف على إطالة ولكنها قصص لازم نحنقولها للعبرة تم تم بود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا صغير أحسن بما أني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بثيت ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواح عندي حتى لوب وصعب وأقسام وقف